اهلا بيك وطالبات وطالبات تلت سنوي هانت يا جماعة خلاص شد حلكم الامتحان الشامل التالت على المنهج خلال الامتحانات دي يا جماعة مصممة بحيث ان احنا مع شرح الاجابات اللي بنعمله هتلاقي ان احنا راجعنا المنهج بالكامل باذن الله الامتحانات مش بس العشرة الموجودين في البوكلت اللي هو عندك لكن فيه امتحانات تاني كتير بتتعمل حاليا وشاملة كل الاسئلة بما فيها السؤال الجديد بتاع الرايتنج ان شاء الله ما تقلقش منه ومكملين معاك لغاية ليلة الامتحان باذن الله تعالي نشوف اول جملة بتقول بانتظام الجملة دي ممكن الناس تتخدع فيها ليه لان اللي بعد هنا هتلاقي في فرب مضاف له فالناس بتتخدع الناس حافظة ان سجست لما بييجي بعدها فرب اين جي ممكن ما يكملش الرايت الجملة ويختار سجستد طعب ليه دي اصلا جملة اخطار فيها سد وما ينفعش سجستد ولا ريكممندد لان ريكممندد برضو لما بييجي وراء فرب اين جي السبب يا جماعة اني اكسرسايزين دي جملة كاملة دي جملة كاملة دي جملة كاملة مش عبارة عن فرب مضاف له اين جي وخلاص جملة كاملة بتيجي بعد سد وما تجيش بعد بدول عايز تتأكد حط ذات وكمل الجملة يبقى she said that exercising helps to stay healthy وhelp طبعا من الافعال اخلي بالي منه لان انا بتسئل فيها برضو في choose help ممكن يجي بعدها infinitive من غير to زي ما انت شايف أو to infinitive فالاثنين صح يعني في جملة تاني هتلاقيها مثلا to stay مش هتبقى stay موجودة فخلي بالك من كل حاجة طيب رقم اتنين wasn't that very confusing for you القعدة البسيطة السهلة اني لما عادة بتكلم عن شيء اقول عادة ما فيش حاجة اسمها دائما في الجرومر لما بتكلم عن شيء غير عاقل بستخدم الصفة المضاف لها ing ثلاثة اسامة objected اوه انا عارف ان object يعترض على هي اسمها object to طيب وبيجي بعدها الفرب مضاف له ing حلو بس الجملة هنا مبنية للمجهول طيب وبعدين ing لما عمله مبنى للمجهول بستخدم being وتصيف ثالث يبقى انا عندي to اللي بتيجي مع object وبعدها ing ing بيتبني للمجهول عشان مبنية للمجهول ما نفعش ان انا اختار being وما فهاش to اساسا ما نفعش استخدم to المصدر فالاجابة الصحة الوحيدة هي to being taken ان يؤخذ يعني ان يغدوه بقى objected to being taken to alexandria so we went اخلي بالي من الجمل اللي زي كده جماعة الجمل فيها افكار جميلة that company accepts graduates of kairi university ولما استخدم graduate as a noun كاسم اقول خري جامعة كذا اسمها graduate of طيب الفعل graduate graduate يتخرج يبقى اقول graduate from طيب عايز اقول يتخرج في تخصص كذا يبقى اسمها graduate in law مثلا in midson طبعا اوف مالهاش علاقة بالموضوع طيب يبقى of اللي هي number c do you know the country capital يبقى ال capital دي بتحت country الدولة دي اسمها katamando عاصمة نيبال في جنوب شرق اسيا ما نجدع بالمعلومات الجغرافية دي احنا هنا بتكلم على ملكية الدولة اللي عاصمتها katamando who's هي اللي بتعبر عن الملكية القواعد بتاعة unit 3 دمائر الوسط واستخدامها والحالات الحاسف بتاعتها ارجع رجعها the flight attendant flight attendant مضيفة الطيران يبقى احنا كده بنتكلم على طائرة welcome to us رحبت بنا رحبت بنا فين a board a board طب مش كان المفهود يكمل لا هي كده كاملة وزي الفل a board معناها على متن الطائرة طب a board a board ده الخارج ما لهاش علاقة board ده تسوي wide يعني واسع طب board board ده الفعل من a board يستقل لطائرة سفينة بمعنى board رقم سبعة they have visited nearly الكلام بتاع unit اربعة المحددات the distributives nearly مرتبطة بكلمة every nearly every city ومنفعش اقول nearly each واضح ان ايدل ونيدل ملهمش علاقة بالموضوع يبقى every خلي بالك اهو يبقى جبنا سيرة unit ثلاثة unit اربعة ولسه gravity الجاذبية وفي كلمة تانية سوية اسمها gravitation انا عايز برضو اكتبها هنا عشان انا طبعا بابقى مجهز الاجابة يا جماعة عشان التعديل في ملف ال pdf بيبقى صعب اثناء ما انا بشرح فانا بحاول عشان اوفر وقت انا عايز اكتب برضو هنا كلمة ما تخلك حالو اهو سوري اهو نشوف بقى التعطيل فين gravity اهي طب انا انت بتستعبط بقى صور يا جماعة هي ايه اهو هيكتب بس كده هيبقى الفونت تجبير قوي نخليه نخليه عشرة مسلا عشان لو جاتي يقولك أسلحنا اللي في الكتاب جرافتي والراجل راح عملها جده فتبقى مش حلوة ما علينا احنا دينا بنقولها وخلا بقى يبقى عنا عندي كلمة جرافتيشن دي اللي معناها جاذبية طبعا هو الكتابة في العربي بتبقى مشكلة على ملف البي دي اف ما عارفش بقى طيب خلاص انت عرفتها يبقى جرافتيشن بتساوي جرافتي تمام خلاص سيبك منها رقم اه تسعة هي بيبقى هي الفورس القوة التي واه ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده كده مش حاله كده مش حاله وعطل طلنا الفيديو والناس قعدة بقى بتتفرج وفين وفين بقى لما نلاقي الملف تاني انا اسف يا عم ادي ما الكتابة بالعربي على البيدي اف بتبقى فيها مشكلة فعلا لكن ان شاء الله ما فيش مشكلة هنكمل صورة جماعة على التعطيل ده احنا بنحكي في تمام يبقى انا عندي في رقم تمانية جرافتي ايذ فورس القوة التي تبقي الاشياء على الارض انت فاهم موضوعها الجاذبية يبقى بيستخدم كلمة فورس طيب رقم تسعة he always helps poor people كما which is kind of him ايه ويتش دي اكيد مش راجع على people خدنا برضو في الوحدة التالتة بتاع الضمير الوصل ان ويتش هو ضمير الوصل الوحيد اللي بيعود على الجملة هو بيساعد الفقرة وده عطف منه يبقى انا ويتش هنا راجع على كل ما سبق من الجملة اللي قابليها وخلي بالي برضو من حاجة مهمة بما ان احنا طبعا كل شوها بنجيب سيرة السؤال الجديد بتاع الرايتنج يا جماعة والبنكتويتشن لازم يبقى في كما قبل ويتش انا ودهاني كجملة بقى بيسألني رايتنج يبقى انا عارف ان لو ما فيش كما هنا تبقى الجملة غلط يبقى دا ويتش رقم عشرة استمتع بالحديث ليه دا حاجة تاني دا بمعنى مختلف لكن لما اقول هو مهتم بالسياسة او مش مهتم هنا بالسياسة يبقى بيستخدم interested اللي مضف لها اي دي رقم حداشر there was much smoke that ايه دا اه so that was such that two enough the unit number five الواحدة الخمسة طيب much دي صفة وجاي بعديها ناون وانا حافظ انا ما بحبش العيال الحافظة يقول لك صفة واسم يبقى such لا في استثناء ان الاربع كلمات much and many little with you قولهم وراي much and many little with you ما ينفع بعنهم صفات ويجو بعديهم اسم لكن ما ينفعوش ما عساتش في الحالة دي بستخدم so يبقى دي حالة شازت عن البقين اللي فيهم صفة واسم يبقى so much smoke that بنراجع هون رقم اتناشر عاد الامام was furious very angry يعني after reading the review في review بيبقى مقال مراجع بيراجع فيلم بيراجع مسرحية review لاي حاجة مقالة نقدية طبعا هنا stinging review يعني مقال نقدي لازع يعني فيه هجوم على الفيلم الجديد بتاعه فراجل غضب مناش داعه stinging number 6 13 his style of writing over the years نرجع ل unit 2 unit 2 اللي بتتكلم على المدارع التام والمدارع التام المستمر والمدارع التام المستمر ألا أن over the years من التعبيرات اللي بتيجي مع المدارع التام فتبقى has changed لما أنا كده عرفت ليه دي بتدل على الزمن 14 germs الجراثيم are too tiny صغيرة ضائلة جدا to be to be visible to في خطأ هنا نصحح وز دي هتبقى to to the naked eye in naked eye العين المجردة من غير استخدام التليسكوب والمايكروسكوب والحاجات دي يعني طيب يبقى visible رقم 15 i didn't use to live خلي بالك use to موجودة في unit 1 وdidn't use to use to بيجباعدين من infinitive how to live in the city but now i طب ياللي بعد the space it it ده ضمير آه الضمير والاسم ماينفعش استخدم معا use to لأن use to ما تجيش غير مع infinitive طيب أم am used to بقى هي اللي صحة هنا ليه عشان ييجي بعديها ممكن ing ممكن ييجي بعديها اس ممكن ييجي بعديها ضمير مكان الاسم ف now i am used to it رقم 16 don't make too much noise the baby is ايه بقى آه مع فربي to be انا عايز الاجكتف الصفة طبعا مش بس verb to be بيجي وراء صفة verb to be ممكن يكون زمن المضارع المستمر يبقى is sleeping حد فاهمني تمام verb to be ممكن ييجي بعدي تصريف لو الجملة مبنية للمجهول انا بقى فاهم الجملة بركز ايه ده الجملة متركبة ازاي ايه اللي فيها بالظبط asleep طبعا طب هنا بقى عشان برضو هو بص بقى خلي بالك عشان ساعد يقول لك ايه ياخي انا يعني فرقت لما شلت اه لما شلت ال ا خليت ال وحدها وسليب لوحدها سليب هنا ناون طب هو ينفع اقول asleep لا ما ينفعش اقول asleep لكن لو حطط لها صفة ينفع يعني عندك في ال story يقول لك راسند لما قعد تحت الشجرة ونم اه قال لك a good sleep درخم 16 تبقى adjective asleep 17 everyone has seen plants growing but where do they get their food لكن بتجيب اكلها منين بنشوف النباتات بتنمو يا جماعة انت تشوف النبات هنا مثلا النهاردة بعد اسبوعين تلاقي النبات ما شاء الله بدأ يكبر بعد شهر تلاقي بدأت الشجرة تتنمو طب واحد هيقول اه طب ما احنا قولنا قبل كده ان see what show here ممكن يجي بعدهم مصدر اه انا موافق معاك بس دولة see what show here listen يا جماعة لما يجي بعدهم مصدر يبقى انا شفت الحدث من اول الاخر انت مش هتقعد جنب النبات من ساعة ما بتحط البزرة في الارض وقاعد كده جنب وما بتعمل اي حاجة تاني في حياتك غير لما تشوف وقاعد وتتفرج عليه ويبقى شجرة وده استحالة اساسا يبقى انت شفت جزء من الحدث بعض الحدث وفي الحالة دي بستخدم ال ing يبقى كده رجعنا الجزء grammar بتاع الافعال اللي بيجي بعدها infinitive او ing بمعنى مختلف 18 there is no 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 يجي بعدها ناون no difference between the two books they look exactly the same يبقى انا هنا عايز ناون difference our teacher us correct all our mistakes دخلنا بقى في الافعال بتاعة السببية اللي موجودة في unit 8 الوحدة التامنى طب ويه دول فاكر انت have لما يجي بعدها شخص بستخدم infinitive من غير two يبقى the teacher had us correct طيب لكن لو بستخدم بعد have الشيء اللي بيتعمل بستخدم تصريف ثالث وزي ها في الحالة دي زي get طب بستخدم get وبعد one get وsome one يبقى two infinitive كده رجعنا اهم ثلاث حالات للسببية اللي موجودين بالاضافة للتفاصيل تاني طبعا موجودة تقدر ترجع ل unit 8 وتشوفهم get وصموان يبقى two وال infinitive الله جميل بنرجع كل حاجة 20 it's your role to دورك انك انت عايز يقول to deal اي شك بخصوص البراءة بتاعتك وطبعا هلاقي ان الفعل هنا مكرر مع ذرة بقى لكن هي الاجابة طبعا remove you deal لكن مش بروف يثبت شك في براءة ملهاش علاقة remove يحرك او يتحرك ملهاش علاقة remove طبعا number I couldn't answer the phone او خلي بالك بقى من الجمل اللي بزنك sense ايه ده قاعدة sense لا ده مش قاعدة sense بتاعة unit two ده sense هنا بمعنى because وخلي بالي لما sense تيجي بمعنى because عشان ما تلغبطش في الازمنة sense بمعنى because مش مرتبطة ممكن تيجي مع الازمنة كتير طيب تعالي نفهم الجملة بيقول لأنا ما قدرت اش رد على التليفون ليه لان انت لما اتصلت انا كنت بعمل حاجة ومستمر في عمل شيء في الماضي يبقى انا عايز هنا ماضي مستمر فتبقى was having when you called when you called لما اتصلت so i couldn't answer the phone نقعد احنا نفكر كده اه طبعا ده مستعبلك السنة دي طيب نفترض ان نفترض ان بدل couldn't كانت can't i can't answer the phone دلوقتي ده انا واحد بيقول لي الحق التليفون بتاعك بيرن فقول له i can't answer the phone since i am having لان دلوقتي يبقى انا بتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي يبقى مضارع مستمر كدتبقى i am having طيب مش ساعات برضو because اللي هي يجي مكانها since دي يبقى بعدها الماضي تام اه ده لما يكون بيتكلم على حدثين في الماضي والحدث اللي بعد since وبعد because حصل في الاول يعني اقول ليه مثلا he was sad حزين ليه يا حبيبي since he had lost his mobile had lost ده ضع من الموبايل بعدها حزن عليه يبقى had lost ده الحدث اللي حصل في الاول يبقى انا عايز اقول ان في الجملة 21 اخلي بالي افهم الزمن بعد because ممكن تلاقي مدارع مستمر انا مش قادر اعمل حاجة دلوقتي عشان انا مشغول بحاجة تاني دلوقتي طيب انبراح انت لما اتصلت انا كنت مشغول في حاجة يبقى i was having طيب انا الحاجة دي حصل كذا بسبب كذا يبقى بعد since ماضي تام عشان ده الحدث الاول يبقى اقدر افهم وميز بين الجمل عشان في ناس كتير عندها مشاكل في موضوع الازم نحن نحاول نوضحها وده سبب ان الفيديو بيطول انا انا اقصد ان اطول اطول انا بالعكس انا بتعب انا لو الفيديو اقدر اعمله في 7-8 دقايق لا بس انا عايزك وبالذات الناس اللي واقع منها حاجات كتير بتتابع معايا يحاول يفتكر يحاول يتحسن مستوى people who live near mobile phone masks ايه phone masks دي اللي هي عارف انت الابراج المحمول اللي بيحطوها فوق العمارات دي عشان تقوي السجن للاشارة بتاعت الموبايل ويقال في بعض الابحاث ان هي بتسبب مشاكل في الانسان وكده يبقى اسمها phone masks suffer from health بيعاني من مشاكل صحية اسمها phone masks رقم تاته وعشرين هي the milk طيب وبعدين the bottle is empty قال ازازة فضية يبقى اكيد هو اللي شير الملك طيب يبقى ده اسمه استنتاج مثبت في الماضي مبني للمعلوم والمعنى الخمس حاجات اللي قلنا عليهم لما كنا بنشرح قاعدة الاستنتاج بفكر في خمس حاجات ايه هما مثبت ولا منفي زمن مضرع ولا ماضي ولا مستمر معلوم ولا مجهول مؤكد ولا غير مؤكد ومعنى الجملة الخمس حاجات دول يبقوا في دماغي وانا بفكر في اي جملة استنتاج must have drunk اكيد هو اللي تفع طبع واحد يقول لي بس بيقول لي the bottle is مش ده مضارع اه ازازة امتي دلوقتي طب شرب حصل في الماضي ومن هنا كانت must have اربعة اربعة وعشرين they discussed some issues issues يعني قضايا مشاكل مسائل امور اسمها social issues او issues social issues قضايا اجتماعية زي التنمر واعرف الكلمة دي كويس عشان الكلام كتير عن التنمر في الفترة الاخيرة and crime والجريمة social number c 25 i انا عايزك تركز في الجملة 25 لا هس انتظر 15 ثانية وتقول لي ليه if مش في helping ing وال ing بييجي بعد incase of وبييجي بعد وذاوت برضو لو جدع فكر في الإجابة بسرعة 10 ثواني وقتك انتهى تلاحظ ان فيها الفكرة برضو helping you brings about يحدث يسبب good results نتائج جيدة helping you brings about good results دي اسمها جملة كاملة الجملة كاملة تيجي بعد if وunless الجملة كاملة تيجي بعد if أو unless يبقى بالتالي in case of ما تنفعش وذاوت ما تنفعش طيب اش معنى if وليه unless ما تنفعش المعنى زي ما قلنا ماجا فرع بقى بين if وunless ابص للمعنى هو بيقول له انا انا مش هتدخر اي جهد لو مساعدتك هتجيب نتائج جيدة يبقى انا هنا if هي اللي تدي المعنى ومش محتاج unless لانها بتبدي معنى if not طيب 25 26 parents should spend some with their children everyday هنا بقى نلاقي فيها مشكلة ليه بقى انت حافظ تعبير موجود في المرهج بيقول quality time quality time يعني وقت مميز يقضيه الشخص مع اقارب مع احباؤه مع اسرته مش بقى الشغل واخد كله حياته كل حياته زي اللبنانيين كله time ليه بقى اعشان of يا يا دقة للدرجات دي اوه يبقى اسمها quantity of كذا quantity of money quantity of milk quantity of water لكن لو ما فيش of دي كاتها تبقى quality time 27 it's essential that you it's essential لو تفتكر من التعبيرات اللي خدناها قبل كده زي it's necessary that بعدها ذات خلي بيانا it's crucial that it's important that it's vital that وافعال معينة زي insist that demand that recommend that ask that ما لهم دول بعد ذات ينفع اكتر من حاجة طبعا لازم فيه فاعل ماها بعد ذات جملة ذات وفاعل اكتر حاكتين ان انا استخدم infinitive من غير تو او استخدم شدو infinitive وبالتالي قدر اقول that you should be good at english او that you be good at english على طول اذا الاجابة b and c واحد يقول لي يعني ما ينفعش نخليها مضارعة السؤال ده بنتسيله كتير اه تقول المراجع انه ينفع وبتاخونا مش هيديني اكتر من اجابة ينفعه لو داني اجابتين ينفعه زي كده هيديني الاختيار يقول لي ده b and c هما الاصح هما الاتنين 28 واخر جملة وانا حاسس ان الناس استفادت حاجات كتير من اللي احنا بنقوله يا جماعة what a he is hopeless انه يائس الشخص اليائس اللي فاقد الامل ده بنسميه شخص انه ذامي انه ذامي يعني حاسس بالفشل ودفيت معناها يعني يهزم حاسس بالهزيمة يعني مش ناجح يبقى انا عايز ناون انا بتكلم على الشخص والكلمة اللي بتدل على الشخص هي ديفيتست الله عالي تشوز الجميل ده طيب تعالي نشوف الكمبريهنشن اه الناس اللي بتقولي الكمبريهنشن المرة اللي فات كانت صعبة اه كانت صعبة بس استفادنا منها كلمات كتير ممكن تنفعنا في الترجمة ان شاء الله تعالي شوف بقى كومبريهنشن سهلة ما مش كل مرة بتيجي صعبة وفي الامتحانات كده ممكن بقى فيشي من الصعوبة وممكن تلاقيها عبيطة المرة دي بقى كومبريهنشن تستفيد منها دروسة حياتك كمان المرات من يجوالي هاو هارت ديزيز اللي هم احنا مور ذن ومن داي سهل لهم اه ليه الرجالة بيصابوا بأمراض القلب اكثر من النساء ليه سبب تبعا دكتورز سي وده كلام اطباء وابحاث يا جماعة that هارت ديزيز are related امراض القلب مرتبطة ب are related to خلي بالك كل حاجة ممكن يسألك فيها دايلي لايف بريشيز ضغوط الحياة اليومية كيرز هموم العمل دايلي لايف ستايل اسلوب الحياة اليوم بتاع طيب فود نوع الاكل اللي بتاكله بتاكل fast food بقى منبرة وبتلملم وترملم لا هتروح في داية although people may pass by troubles of the same degree and kind الناس بتمروا بنفس المشاكل وبنفس الدرجة والنوعية they really react differently بيكون رد فعلهم مختلف لهذه المشاكل طيب نيجي بقى للستات الرجال بقى ايه اللي بيحصل perhaps بسبب بقى ربما ايه بقى من suffer much more ليه بقى بيعانوا اكتر because they do not cry enough ايه دا ما بيبكوش كفاية طيب وهو البكة دا يعني والدموع دي ليها فايدة هو دا اللي بيقولون هنا في القطعة when they are under pressure اول اول الست مثلا البنات تعرضوا لدخوت كده دموعها على طول دي حاجة جميلة جدا اللي بيعملوها عشان دا بينفس عن ومش بس هنشوف ايه اللي بيحصل تاني من all over the world think that they are supposed to be انهم من المفترض ان يكونوا strong اقوية يموتوا مش مهم crying however دا لما يبكوا دا يبين ايه their inner weakness الضعف بتاعهم ومن صغرينا كان يقولون كده وحنا صغيرين الولاد عيب يا او عتبك انت راجل الراجل استحمل اه اكتم بقى لغة ما يجي لك depression اكتئاب لغة ما يجي لك heart disease مرض في القلب وتموت ان شاء الله يبقى ذير هنا بقى عشان هو بيسأل ذير دي راجعة على مين واضح انه بيتكلم على من راجعة على من فسهل جدا اعرف الضمير بيعود على ايه في الكمبريهنشن people cry when something عموما يعني الناس بيبكوا امتا لما something terrible happens to them زي ايه مثلا وفات حد من عز الناس لهم their beloved ones relatives اقارب when they know that they cannot do anything about عنده مشكلة ومش عارف يحلها so they feel absolutely health وحساس بقى مطلخ بالعجز sometimes people cry برضو بيعيطه امتا when they feel good ايه دا لما يكونوا حسين يقول لك بقيت عيط ليه بقول بعيط من الفرحة بعد النتيجة جبت المجموع اللي كان نفسي فيه وخلاص هدخل الكلية اللي باحلم بيها يا رب when an unexpected wonderful delightful amazing مدهش حدث يحدث في حياتهم فجأة فجأة اقتصم بيك انت من اوائل السنوية العام والسيد الوزير طارق شوقي سيقوم بتكريمك ورحلة بعد اوائل الجمهورية الى اوروبا بس ما تنساش تجيب لنا حاجة من هناك scientists say that man's body جسم الانسان produces بينتج بيفرز various multifunctional forms of tears اشكال من الدموع متعددة الوظائف فاعرف كده برضو معنى هذا المقطع زي ما قلنا المقاطع اللي بتيجي مع الكلمات وتدي معنى يقول لك multifunctional يعني متعدد الوظائف multinational company جات في امتحان قبل كده شركات متعددة الجنسيات اللي بتعمل فاكسر من دولة وفيريس يعني مختلفة ففيه وظائف مختلفة للدموع طي تعالين شوفي الوظائف دي one is to clean out the eyes from the dirt regularly بتزيل بقى الاوساخ او القذرات اللي بتدخل العين بسبب عصفة ترابية وتلاقي تراب جي في عينيك في عينيك تروح مدمعة كده عشان تتخلص من هذه الاشياء this will consequently support their ability وده بالتالي بيدعم قدرة العين دي على مكافحة العدوى المحتملة ما التروبارد ده في فيروس كورونا برضو ممكن يدخل في عينيك بس ملهوش علاقة بالموء مهم بالتالي من اي مرض يصيب العين the other protects the eyes against any other unfavorable unfavorable يعني bad يعني not good visitors to اي زائر اي زائر هنا يعني اي شيء يدخل العين بتحميه الدموع بتحميك منه on the other hand بقى من ناحية تاني او في حاجة تاني مقابلة بقى tears sometimes بتحذر الانسان warn man وخلي بالي لما استخدم كلمة man من غير the يبقى صد الانسان مش الرجل طيب that his eyes are exhausted اه الدموع بقى من ناحية تاني بيحصل انهاك اجهاد للعين يا جماعة قاعد انا مثلا تبقى قاعد مثلا خمس ستة ساعات بصص فيه شاشة اللابتوب او الموبايل والاشعاعات بقى اللي طالعة من الاجهزة دي بتضر العين طبعا زي ما انت عارف فتلاقي العين بتدمع من كتر الاجهاد اهو because of strong feelings مشاعر قوية حزن مثلا some kind of mood حالته للنفسية أو المزاجية النتيجة would be producing tears بينتج ويفرز دموع العين بقى بطلع دموع دي تختلف عن دموع التانية بقى بتاعة الكمبيوتر والكلام ده with a new function وظيفة جديدة بقى in this case في الحالة دي tears play an important role بتلعب درهم فإيه بقى making man feel at ease and comfortable يشعر بالإيه بالارتياح والراحة in this process في العملية دي our eyes are getting rid of بتتخلص من إيه بقى poisonous chemicals كيميائيات سامة مواد كيميائية سامة that may hurt them بتدرهم طب وإيه تاني on the other hand من ناحية تانية الدم بيعمل إيه produces positive chemicals مواد كيميائية إيجابية مفيدة يعني to save man تحمل إنسان من إيه بقى depression الاكتئاب therefore ولذلك it is unlikely من غير المحتمل خلي بالأك من غير المحتمل إن أي شخص بيتعامل بينجح في التعامل مع موقف صعب عن طريق إنه يعيط ده من غير المحتمل إن يعاني من أي أثار ضرة على القلب بتاعه فيفضل قلبه سليم آه ده الحزن بيموت يا جماعة أنا تأثرت جدا بالcomprehension دي وجميلة يعني وإن شاء الله أي موقف صعب يجأ أنا هاعد عايات وخلصنا على كده عشان الرجل ده دواشتنا بقى تعالوا نشوف بقى الإجابات الموجودة according to the passage وحسب بما تذكر القطع يعني حسب النص one of these sentences is not true دايما زي ما قلتلك خلي بالك هو قصد true ولا not true عشان هتفرد طبعا هتعكس على طول في الإجابة tears affect heart diseases الدموع بتؤثر على موضوع الإصابة بأمراض القلب tears are signs هي علامة دلاء دلالة على السعادة طب tears have no impact on health الدموع ليس لها أي تأثير على الصحة البناء دم tears help fight بتساعد في محاربة الاكتئاب هنلاقي إن الجملة الأولى A وB وD فعلا الكلام موجود عنهم في القطعة إن ملهاش أي تأثير على الصحة ده كلام فاضي ده القطعة كلها بتحاول تثبت إن الدموع بتخلي الإنسان يبقى بصحة كويسة طيب رقم اتنين tears can help تساعد في علاج أو تريد a possible infection by an eye disease أي عدوى من أمراض العين بتساعد في علاجها طبعا العين عن طريق طرد الحاجات الضرة اللي بتدخل العين دي يبقى تفيد نمبر ايه ده من تايتل بقى العنوان الرئيسي could be ممكن يبقى إيه بقى فيهم tears don't affect ما بتأثرش على الصحة مش محتمل إن كلها أي همية علامة على تساعدة أو طبعا الإجابة الأضق والأصحة طبعا it is important to express your feelings with tears مهم جدا تعبر عن مشاعرك بالدموع دي مفهاش عين ومش عيب ومش ضعف it can be understood ممكن نفهم من القطعة إنه آه إجابة صحة crying in difficult situations البكاء في مواقف صعبة might save people from heart problems وده اللي موجود في القطعة ومتخطط عندك السؤال الخامس the underlined pronoun there وزي ما قلنا ساعتها there رجع على من وارجع شوف الجملة تاني the word unfavorable آه غير ملائم مش كويس not good سبعة من when they are under pressure of a certain problem لما يكونوا تحت ضغط مشكلة معينة من طبعا do not cry enough عشان علموهم النعيب يا حبيبي ما تبكيش ما تبقاش ضعيف how can tears save man from depression إزاي تنتقذوا من الاكتئاب they make the blood بتخلي الدم produce positive chemicals يتفرز كيميائيات مواد كيميائية مفيدة وإيجابية تسعة according to the text what things might hurt our eyes إيه الحاجة اللي بتدور للعنين dirt eye diseases الأمراض بتاعت العين عشرة the writer supports shedding tears shed tears يذرف يذرف الدموع الرجل ده بيؤيد فكرة إن الإنسان يذرف الدموع آس ليه يعني غوي شفنا بنعيط لا they have health importance ليها أهمية بالنسبة للصحة تعال نشوف بقى السؤال الجديد الحقير بتاع الريتنج وهو أسوأ ما فعلته الوزارة هذا العام ما علينا كانت قالت من أول السنة كنا الحقي إننا نوضح الدنيا أكتر واكتر ماشي منه لله ودي برضو مكررة لما جي أفصل بين أشياء في قائمة أول حاجة وتطبيق بقى على الكلمة دي اختار الجملة المكان الكومة الكومة في مكانها الصحيح تقرى الأربعة هتلاقي مثلا أنا بقول ليه البقية خطأ برضو هلاقي في التانية فيه خطأ خطأ في إيه إن بعد أند حط كومة لا بعد أند بذكر الشيء الأخير اللي في القائمة وخلاص طب رقم C إيه الخطأ اللي فيها فصل هي اللي هي العلب اللبن دي يا جماعة زي جهينة والمراعي ومش حرفيه وبيتي والكلام ده ماينفعش أفصل بينهم بقى خلاص دي دول على بعضيهم كارتونز وميل بتحط كومة هنا ليه طيب آخر واحدة ليه خطأ يقول لك شوبينج ترولي ترولي دي العربية اللي أنت بتستخدمها في السيبر ماركت عشان تحط فيها الحاجة اللي تشتريها ورح حطت كومة بعدها لازم أصلا ما تحط كومة هنا ما تفصل بين الفاعل والفعل بتاعه بكومة لا تفصل بين الفاعل وفعله بكومة إيه دي كومة بالعربي أيوة الإجابة الصحة هي طبعا اللي هي نمبر ايه the shopping trolley was loaded معبئ هاي حتى آخره with bottles of oil كومة fruit كومة القايمة ايه vegetables كومة cereals الحبوب and cartons of milk معلش طبعا الخط شاطب على دي مش مشكلة يبقى نمبر ايه هي اللي صح تعالا نشوف اوه أنا عايز أفهم 41 دي عشان غريبة شوية بيقولك the comma is useful in a sentence when the writer wishes to ومدين اربع اختيرات give a detailed description بيقدم وصف ومفصل ملهاش علاقة make an apology بيقدم اعتذار شو surprise بيظهر الدهشة لا الإجابة الصح add a phrase that doesn't contain any new subject بيضيف عبارة ليس بها لا تحتوي على فاعل جديد يعني الكلام بتاع العبارة دي اللي بيضفها الفاعل بتاعها هو نفس فاعل الجملة اللي بدأ بها الكلام مثال اهو رحت انا جايب مثال وحطيت اهو the candidate المرشح ده واحد مرشح في الانتخابات اللي بيوعدونا بقى في الحاجات دي يبص يقول كيف في الحمالات الانتخابية ده promise to lower taxes وعد بتخفيض الضرائب كما هاي العبارة هاي كما وعبارة الفاعل بتاعها هو ال candidate برضو protect the environment هيحمل بيئة هيقف كده قدام البيئة ويحافظ عليها طيب كما reduce crime عبارة اهي عبارة دي يعني 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 فعل ومفؤول طب فين الفاعل الفاعل هو the candidate برضو كما and اه هنا قبل and في كما احنا قلنا بنفصل بين العبارات دي and end employment ويقضي على البطالة فين هو المرشح ده هات عبوس end unemployment وينهي البطالة ويقضي على البطالة يبقى انا كده فهمت يعني add a phrase that doesn't contain any new subject فهمين يا جماعة انا سمح حد بيقول مش فاهم لا بقى هعمل لك اكتر من كده اختار الجملة اللي فيها الكومة في مكانها الصحيح اه طبي الجملة دي فيها عبارة وصل عبارة الوصل اللي هي بتبدأ بwho which whom تمام طيب عبارة الوصل اللي فيها هو زي كده بفصل عبارة الوصل عن الفاعل وعن الجملة التانية يعني يعني فين الجملة بتاعت الوصل اهي who هنا the boy سيبك منه ده خلاص who knew that his mother was about to arrive دي لغة arrive دي اسمها عبارة الوصل who knew that his mother was about to arrive دي المفروض حط كما قبليها وكما بعديها تعال نشوف كم دين طبق على مين هنا حط كما قبليها بس محط كما بعديها هنا محط كما قبليها لكن حط كما بعديها كل ده غلط هنا محط كما خالص في الأول وسابق كلام سيء على بعضي مهزلة الأخيرة the boy كما who knew that his mother was about to arrive كما ran quickly towards the opening door جري ناحية الباب اللي بيتفتح عارف إن ممتع الباب ما شاء الله على الأطفال 43 the كما مالها فلاتينا بالكما النهاردة is used in a sentence too بستخدم في الجملة ليه join تربط جمل لا تفصل بين الأدوات articles آه وأنوز لا explain تشرح لا separate adjectives لما يكون عندي أكتر من صفة في الجملة أهو كلام ينطبق على حد فيكو he was a difficult كما stubborn child difficult كلمة ولد صعب عنيد كده فصلت بين adjectives باستخدام الكما الجملة 44 اختار الجملة اللي فيها الكما في مكان ساقية واحد كل ده كما من الامتحانات اللي جاء فيه حاجات مختلفة ايه ده ايه ده وبإذن الله جماعة فيه الامتحانات والتمارين التمارين بتاعة جمل حصص ايه حصص ايه حصص القاهرة لا حصص مصر حصص مصر حصص مصر ده منصة تبع الوزارة وفيه شوات حاجات جميلة كده بإذن الله بنجمع فيهم و نجهزهم بيزعلوا مني طيب ايه الكماة بقى اللي في مكانها الصح اه جايب هنا بقى حكيت الصفاء وازاي بفصل بينهم بالكما هو بيقول ده بوي وز هابي كما ايجر متشوق and full of excitement at the start of his summer holiday هتلاقي اتنة التانية ما فصلش بين هابي وايجر هتلاقي في التالتة فصل بس بعد and منفعش احط كما بعد and هنا برضو ما فصلش بينهم بكما ولا حط كما بعد excitement ما تتحطش اساسا السؤال 45 a full stop should always be used to انا عارف ان دي بتاعت kg to to end a sentence choose punctuated برضو اللي ترقيم صحيح he always loved sweets comma chocolate comma biscuits and وقبل ال اخر حاجة في القيمة بستخدم and مفيش قبلها كما peppermint سنو النعناع وهتلاقي الكلام ده مش مظبوط في التلات جمل البقين تعال نشوف الترجمة recent studies الدراسات الحديثة have shown اظهرت بيانة air pollution اللي هو تلوث الهوى has far reaching deleterious effects لا اه ده deleterious دي انا عمري ما شوف تاعب لكده طيب اه ده وانا هقول لك على حاجة دلوقتي هو دلوقتي بتكلم على تلوث الهوى فالريتشينج يعني بعيدة المدى طيب هنا effects عن تأثيرات يعني بعقلك انت ومخك الذك ده هيكون الاثار بتاع التلوث الهوى شكلها اكيد حاجة زفت on people and the environment فدلتوريس معناها harmful في الدار واعتقد ان من السهل تخمينها فما تحاول انك انت يعني تحاول ان العب مش في ده العب في هو لا بيانت الدراسات الحديثة ان تلوث الهوى له اثار ضر بعيدة المدى على البشر والبيئة طيب هنا قالك لا اثار وقتي انا حطتنا خط حتى الخطأ اهو عشان تعرف ليه التلاتة البقين خطأ ليه دي صح طيب انا قدر اضطلك وحتطلق على الجروب حاجات كتير والاجابات بتاعتها موجودة ومفيش طبعا وقت ان انا اشتغل من حاجات او كتب تاني جماعة للأسف انا بس اخلص الحاجات اللي انا عملها وانا اثق انها كويسة باذن الله وربما يخرج عنها الامتحان طيب هنا الاثار مفيدة ازاي التلوث دي اثار مفيدة اثار ايجابية يا رجل حرم علي تعال نشوف اخر سؤال بيقول ايه هو ده اخر سؤال لا لسه في ترجمة تاني طيب بيقول ايه بجوع لغا ما يموتوا يعني يعني بيموتوا جوعا ليس خلي بالك خلي بالك من حكاية دايما حكاية الاسبات والنفي سواء بتحل فيه اسئلة قطعة او بتحل في ترجمة عشان بتفرق مش لان العالم لا ينتج ايناف ما يكفي من الطعام للجميع في الواقع في الحقيقة المشكلة هي ايه بقى يوزع بعدالة بعدل اه الطعام مش بيتوزع بعدالة هالي الطعام بيوزع بعدالة طبعا في الدول الغنية عندهم طعام كتير بيرموا كتير في الزبالة في افريقيا الناس بتموت من الجوع يبقى عالم ظالم طيب هنا بيقولك ان السبب في موت الناس جوعا هو ان العالم لا ينتج لا هنا بيقولي ليس هو ان العالم لا ينتج طيب في التانية السبب في موت الناس جوعا هو ان العالم ينتج لا هي لا ينتج ليس هو ان العالم لا ينتج فالمفروض ده يبقى فيها لا طيب الاخيرة هنا بيقولي توزيعه هنا بيقولي زراعته لا مختلفة الجملة الوحيدة اللي صح ان السبب في موت الناس جوعا ليس هو ان العالم لا ينتج ما يكفي من الطعام الجميع في الواقع المشكلة هي ان الطعام لا يتم توزيع بشكل عادي لكل من يحتاجون إليه استخدام الطرق الحديثة من عرب الإنجليش في الزراعة عامل جوهري في زيادة جودة وإنتاجية المحاصيل تلاحظ أن الترجمة قوية في كل الامتحانات بإذن الله هنا بيقول لي استخدام الطرق المفضوح يقول لـ using ما قولش يوز زي ما قول مثلا السيارات المستعملة ده موضوع تاني في الجملة التالتة بيقول لي using modern methods in forming is a crucial factory لا أنا عايز factor اللي هي معناها عامل مش factor بص الحرف غير الكلمة ازاي factory مصنع لحش علاقة طيب جي في الأخيرة using modern methods in forming is a crucial factor in increasing crop quality and produce لا ما ينفعش أقول quality and produce اسمها productivity اسمها الإنتاجية هنا استخدم verb ما ينفعش ودي حاجة مهم يا جماعة إننا لما أجي أتكلم مثلا وربط حكتين بـ and هنا مربطين بـ and ده هون crop quality and productivity crop quality and productivity يعني عايز تقول لي يعني عايز أقول إن لما and تربط بين حكتين الحكتين يبقوا من نفس النوع فلو عند نون and يبقى بعد and نون عندي صفة و and يبقى بعد and صفة عند ing و and and a يبقى بعد and ing خلبي باكم من حتة دي حتة دي حاجة اسمها التوازي يعني دي متوازي يعني يعني يمشوا على نفس النصق إنه كلام جميل تعي نشوف آخر سؤال الحفاظ على تراثنا القومي أمر لا يقبل الجدل فهو جزء لا يتجذى من حضارتنا وثقافتنا طيب أنا برضو هاديك عشر ثواني بص في نمبر بي ودي ويقول لي كده مش نمبر بي ودي هم هم زي بعض عشر ثواني واحد ونين دلات اربعة خمسة ست ثواني ثماني 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 لأ خلاص وقتك انتهى المشكلة في أول كلمة ولا هتطلق تحتها خطة أصلا وانت برضو قاريتها كونسيرفينج زي دي وتقول ماهو زي بعض لأ دي كونفيرس كونفيرس جاي منها كونفيرسيشن محادسة كونفيرس لكن هنا كونسيرف يحافظ على آه يلاقيم كونسيرفينج أور ناشونال هيريتج التراث القومي أعرف الكلمات دي كويس جيدة اللي بتتكرر في الترجمة وإلا هتندم هيريتج تراث ناشونال قومي انكوستشنابول الأمر لا يقبل الجدل خدنا سيباريتي يفصل انسيبرب لا ينفصل يعني لا يتجزع بوارت اوف اور سيفيلايزيشن معلش جاي عليها الخط الحضارة كالتشل الثقافة هنا جاي عند الثقافة خليها ثقافي صفة ما تنفعش هنا استخدم فيرب مختلف أساسا هنا جاب سيفيلايزيشن والمفروض تبقى سيفيلايزيشن